من المقرر أن يفتتح اليوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مشروع وعد الشمال الذي سيوفر عشرة آلاف وظيفة جديدة بحسب ما ذكره نائب وزير الطاقة السعودي ووضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المشروع الجديد يكلف نحو 85 مليار ريال سعودي أي ما يعادل نحو 22 مليار و700 مليون دولار أمريكية لافتا إلى أن قطاع التعدين سيكون مفتوحا للاستثمار الأجنبي بعد طرح قانون التعدين الجديد